موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الموسم الاول من مسلسل Tribes of Europa Tribes of Europa هو مسلسل المانيا ويعد أحدث إصدارات نتفلكس على مستوى المسلسلات وزي ما قلت كده ناخد بالنا ان ده الموسم الاول والمرة دي انا كنت نبيه اوي واخد بالي كويس اوي عشان ما تفرجش عليه على انه مسلسل قصير وبعدين يطلع لسه ليه مواسم تانية انا بكدب يا جماعة انا تغفلت نفس التغفيلة بتاعت لوبان بس المرة دي هي غلطتي بالكامل لان الناس ما قالتش في اي مرحلة انه مسلسل قصير انا بس اللي لبست نفس الاحساس القذر والمخ الانساني برضو لما بيقفل كل سنة وانت طيب اللي هو انظامه وصلنا لاخر الحلقة الاخيرة وانا برضو قاعد مندهش ايه معلم حتقفل الخطوط دي كلها في عشر ثواني ازاي المهم يعني مسلسلنا ملحمي خيال علمي اكشن دموي رومانسي واحداثه بتدور سنة الفين اربعة وسبعين يعني بوست ابوكاليبتك كمان فوق الحاجات دي كلها وبنتخيل في الاحداث قارة اوروبا بعد وقوع حدث غامض القبائل وانهى استخدام التكنولوجيا في كل القبائل دي معدى قبيلة واحدة فقط وهي قبيلة الاطلنطيين وهي قبيلة غمضة محدش يعرف لها مكان عشان كده لما بتسقط طيارة ليهم القبائل كلها بتتأهب لامكانية الحصول منها على مكعب اطلنطي واللي على ما يبدو بيسهل لمن يمتلكوا السيطرة على القارة كلها قبيلة الاصليين بتكون اول الواصلين لحطام الطيارة وده بيجعلها هدف لقبيلة الغربان وهي قبيلة عنيفة جدا ودموية جدا وبتهدف لفرض سيطرتها على القارة هجوم قبيلة الغربان على قبيلة الاصليين بيدمر القبيلة بالكامل وبيشتت ابناء زعيم القبيلة التلاتة عن بعض إليا اللي بيحصل على المكعب وبيحاول يوصله لقبيلة الاطلنطيين وكيانه اللي بيتم اسره على يد الغربان وليف اللي بتحاول توصل لقبيلة الغربان عشان تحرر من تبقى من عائلتها وقبيلتها وبتبدأ رحلتنا الملحمية عشان نشوف هل ممكن الاخوة التلاتة يلتقوا مرة أخرى ويا ترى ايه اللي حيحصل موسمنا الأول من مسلسل ترايبزوف يوروبا بيتكون من ست حلقات وده رقم صغير نسبيا وغير معتاد في المسلسلات المتوقع لها أكتر من موسم بس لو تسألوني أقول لكم ان ده رقم مثالي أو على الأقل مناسب جدا للأحداث اللي تم تقدمها في الموسم الأول من المسلسل الإقاع مضبوط جدا بالتنقل ما بين الخطوط ما فيهوش أي نوع من أنواع الارتباك زمن كل رحلة من الرحلات التلاتة متوازن بدون أي نوع من أنواع التلفيق أو التلكيك ورغم أن فعلا فيه خطوط أكثر إثارة للاهتمام من الخطوط الأخرى ولكن ما أقدرش أقول أن أي خط منهم كان ممل أو لما بيجي كنت بتمنى أنه هو ينتهي بسرعة الأحداث بشكل عام كمان فيها توازن ما بين ما هو متوقع وما هو مفاجئ وفي حتة ما هو متوقع دي الضروري وإحنا بنتفرج على الموسم ده حنحس بتشابه مع بعض الأعمال الأخرى والتشابه الأعظم بكل تأكيد هو مع مسلسل جيموف ترونز لأن على الرغم من التشابك والتعائيد الشديد في خطوط أحداث جيموف ترونز هو في النهاية قصة رحلة الإخوة ستارك كمان شكل القبائل بتاع القارة بيفكرنا شوية بسلسلة أفلام داي فيرجنت خصوصا مع ظهور عنصر السيطرة التقنية والمكعب وبتاعه بس التشابه ده بيتحس في لحظات ولحظات كتيرة قوي لأ لأن المسلسل شاغل نفسه في الأساس بالإسقطات الممكنة على الواقع الأوروبي النهاردة وإمكانية تفككه مع ميول بعض الدول للتفكير القبلي ويمكن ده العامل الرئيسي اللي بيدي بعض العمق للأحداث لأن في غيابه الأحداث بتاعتنا بتتنوع وبتتعدد بشكله أفقي مش رأسي يعني زي ما قلنا كده بننتقل من العنف للدموية للرومانسية للدراما للكوميديا للخيال العلمي لأجواء بعد نهاية العالم للمعارك للغموض للرابط الأخوي والتشكيلة دي كانت في منتهى الإتقان وكانت متماسكة وده إنجاز لوحده لأن عادة لما نيجي نعدد كل الأنواع والتصنيفات دي في عمل واحد فهي دليل بكل تأكيد على تفككه ولكن لمفاجئتي أنا شخصيا ده مش موجود في المسلسل الأحداث جيدة جدا ومثيرة جدا للاهتمام وما فيهاش أي منغصات درامية بس زي ما بقول كده وإحنا عملين ننتقل ما بين كل الخطوط دي وفي 6 حلقات بس ما بيبقاش فيه مجال كبير قوي للتعمق وده ممكن يكون مقبول جدا وإحنا بنتكلم على الموسم الأول اللي عادة مهمته بتبقى تقديم الأحداث والخطوط والشخصيات وفي الإطار ده أقدر أقول إن الموسم الأول من مسلسل ترايبز أوف يوروبا كان ناجح جدا على مستوى التحديات اللي قبلت المسلسل في الموسم الأول فهي بكل تأكيد كانت كتيرة جدا التصور بتاع الواقع القبلي المظلم ده مع تواجد بعض خطوط الخيال العلمي أو تقديم أثار التقدم العلمي اللي سبق الحدث الغامض ده وانعكسات ده كله بقى على أماكن التصوير والملابس والديكور وخلق عدد من الخصائص اللي بتميز كل قبيلة عن القبيلة التانية تعامل المسلسل مع التحديات دي كان ذكي جدا لإنه وازن ما بين ما تم تنفيذه على أرض الواقع وما بين المؤثرات على جانب وما بين اختياره المواقع التصوير على الجانب الآخر بإنه خلى الغالبية العظمى من المشاهد بتاعته داخلية وسعى لخلق بعض المواقع المفتاحية اللي فيه أحداث كتيرة جدا حضور فيها أنا حسيت إن هي دي المواقع اللي تم استثمار أكبر مجهود فني في تنفيذها أما اللقطات الخارجية الوسعة فدي اللي تم الاعتماد فيها أكتر على المؤثرات البصرية والأماكن الداخلية اللي ما بنروح لهاش كتير فتم الدمج فيها ما بين المؤثرات البصرية وما بين اللقطات الأدية الخلاصة إن المسلسل تعامل بذكاء كبير جدا مع تحديات التنوع اللي كانت بتقابله من غير ما يحسس المشاهد ببخلف الإنتاج أو محدودية في أماكن التصوير على مستوى الأكشن كل شيء تقدم كان متقن بس ما قدرش أقول إن هو أقدم أي شيء جديد أو أي شيء صعب مع الوضع في الاعتبار برضو إن مواجهات الأكشن في المسلسل كانت متنوعة مواجهات يدوية ومواجهات بأسلحة بدائية ومواجهات بأسلحة متطورة وميول في أوقات كتير لدموية مفرطة ومع ذلك فالتعامل برضو مع المشاهد دي كان ذكي بإنه يوصل للمشاهد هول الحدث اللي هو بيشوفه من غير ما يأذي مشاعره أكتر من اللازم وعلى مستوى أذية المشاعر دي لازم برضو نحذر إن المسلسل فيه محتوى جنسي جريء ولكن التعامل فيه يشبه برضو مشاهد العنف المشاهد هيحس بسفالة اللي هو بيتفرج عليه ولكن برضو مع بعض التعاطف على مستوى الإخراج السطحية العامة للأحداث اللي بنتفرج عليها ما تركتش فرص كبيرة قوي للتفوق على مستوى الأداء التمثيلي بس برضو مفيش مشاكل كبيرة ومفيش كوارث بكل تأكيد يمكن على مستوى الأدوار الرئيسية الخط اللي كان فيه طعمق درامي كبير هو الخط بتاع كيانو وده بيخليه في رأيي في مقدمة الأداءات التمثيلية وعلى مستوى الأدوار المساندة فأكتر دور عجبني هو دور موزز لأنه شخصية جذابة جدا وأعتقد أنه شال الخط الكوميدي في المسلسل كله لوحده الموسم الأول من مسلسل ترايبزوف يوروبا جيد جدا وممتع وبيربط المشاهد بيه سواء على مستوى حلقاته نفسها أو على مستوى المواسم القادمة دراميا متماسك جدا وناجح بشكل كبير في كل التحديات اللي قابلته وأهم التحديات دي هي التنوع الكبير في تصنفاته واللي كمان مرة شايف أن المسلسل كان فعال وذكي في التعامل معها الشيء الوحيد اللي مربج بالنسبالي في المسلسل هو تحديد طريق التعامل معها يعني بالتحديد إيه هي درجة الجدية والتعمق اللي المفروض أتوقعها من أحداثه أعتقد إن دي حاجة اللي حيحددها هو المواسم القادمة تقييمي للموسم الأول من مسلسل ترايبزوف يوروبا هو تمانية من عشرة وأتمنى إنه فعلا ما يبقاش شبه أفلام دايفورجنت ويبقى أكتر شبه جيموف ترونز معا ده آخر حلقة آخر كم حلقة آخر موسم آخر موسم مش عارق أنتوا فاهميني يعني مناقشة الحلقة إيه هو المسلسل اللي بتحبوه رغم إنه واضح جدا إنه بيحاول يقلد مسلسل آخر ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تبقوني على فيسبوك تويتر ونيمو وبوديو وباي باي